معي من دلهي الأستاذة في التغير المناخي والطاقة المتجددة في جامعة كولكوتا الدكتورة رشمي مانا أهلا بك الدكتورة رشمي معنا على سكاي نيوز عربية دكتور رشمي دعيني أبدأ معك لن أسألك عن الفحم أولا لكن رأيت القرارات التي تخذتي إلى الآن في قمة المناخ في غلاسكو كخبيرة هل أنت راضية عنها عن مستواها أم تعتقدين أنها لا تكفي يعني لم نصل حتى أو نقترب من الخطوط التي تكفي من أجل تحقيق أهدافنا سمت وضع استراتيجيات أخرى لأننا نركز فقط على الوقود الأحفوري هنا ونحن لا نتحول إلى استراتيجيات أخرى مثل خفض استخدام الوقود الأحفوري إضافة إلى المباني مثلا التي يتم بناؤها مثلا والتي تستعمل طبعا تتسبب بانبعاثات كثيرة هذه الاستراتيجيات لا يتم التركيز عليها وأعتقد أنه سمت بعض العوام الأتلي التي يجب العمل عليها من أجل حصول على بيئة أفضل طيب دكتور رشمي يعني الفحم هو مشكلة حقيقية ربما نحن في الشرق الأوسط لا نحس به كثيرا يعني كثير من الدول لا تستخدم الفحم لكن حول العالم هناك استخدام كبير له كيف ممكن أن نستفيد من التجربة البريطانية بريطانيا تقريبا تخلت عن الفحم يعني ليس بوقت قياسي لكنها أخذت أربعين عاما كيف ممكن أن نستفيد من هذه التجربة البريطانية عندما نتكلم عن الفوائد الكل يفكر في الطرق التقنية مثل خفض مثلا استخدام الوقود الأحفوري والفحم ولكن ثمت أوجه أخرى يجب أن نفكر بها ما أحاول قوله هو أنه بعض الأوجه التي تغفل عنها والتي لا تتعلق أو لا تذكر في قمة كوب 26 وفي المؤتمرات المتعلقة بالمناخ وأنا أتكلم عن السلوك الإنساني نحن دائما نفكر أنه علينا أن نخفض انبعاثات غازات الدفيئة مثلا ولكنها ليست الطريقة الوحيدة وليس الهدف الوحيد يجب أن نذهب إلى جذور المشكلة حيث يمكننا أن نؤثر على السلوك البشري وإقناع البشر بالمساهمة بوقف تغيير مناقر دكتور رشمي سألتك عن الفحم وعن الدول لكن أرى أنك متخصصة طبعا في مسألة السلوك البشري سأتحول إلى هذه المسألة لماذا لا يوجد قناعة حقيقية مجتمعية في ضرورة حماية البيئة وفي كثير من دول العالم نرى ارتباط بين الإنسان وبيئته في بعض الأحيان متى تغيب ومتى تحضر دكتور رشمي سأحاول الإجابة باختصار عندما قمت بأبحاثي رأيت أشخاص ليسوا واعون كفاية بشأن التغير المناخي وهم غير ملمون به وبتأثيره طبعا هو ليس أو لا يحدث بمعزل عن السلوك الإنساني بل هو يأتي بسبب تراكمات معينة آتية عن سلوك الإنسان أو متأتية عن سلوك الإنسان بعض الأشخاص يقولون أنا سعيدة بحياتي وسأستمر بهذا المنوال ولكن التفكير لا يتم التفكير بالمستقبل وهذا برأيي هي المشكلة هذه المشكلة الأساسية في العالم الآن والمشكلة الثانية هي المعرفة لأنه ما من معرفة كافية بشأن تخفيف أثار التغير المناخي وحتى هدف قمة كوب 26 وطرق التخفيف والتكيف والناس لا يستطيعون المساهمة لأنهم لا يمتلكون المعرفة الكافية بشأن تخفيف أثار التغير المناخي وهذا عامل أو هذا مجال فيه نقص كبير ومن أجل أن نحصل على ذلك يجب أن نقول حسنا أنا إذا لا أتصرف بشكل جيد فأنا سوف يؤثر ذلك ينعكس سلما علي وعلى الأجيال القادمة والناس لا يفكرون بهذا هم فقط يفكرون بالبروتوكولات وهذا لا يكفي للأجيال القادمة ستنقرض الأجيال القادمة أو ستكون معرضة للخطر والناس لا يفكرون بذلك ويجب أن نفكر بأمور غير البروتوكولات أمل أن تمكنت من الشرح دكتورة رشمي أشكرك على كل هذه الأفكار لا بد من التعلق ببيئتنا ونحب بيئتنا أيضا من دلهي الأستاذة في التغيير المناخي والطاقة المتجددة في جامعة كالكوتة الدكتورة رشمي أمنا شكرا جزيلا لك